الروح بالي الناس الحلوة دي الروح للناس الحلوة دي الناس يعني اللي تفتح النفس الناس اللي بتلعب في اليورو النهاردة في اليورو بصي الجمال بصحت الصورة بأحلوة ازاي مبووزين احنا المشهب بتاعنا طول الوقت يعني طيب جورجي النهاردة تعالت واحد واحد مع تشيك مباراة كانت مسيرة جدا جورجي على فكرة عاملة بطولة محترمة جدا على مستوى الاداء وعلى مستوى الروح الروح كانت عالية جدا هم اللي تقدموا اولا عن طريق ميكواتيزي في ديئة الرابعة من الوقت المحتسب بدأ من الضائف الشوت الاول بعد كده بتر الشيك سجل للشيك هدف التعادل في ديئة تسعة وخمسين في المباراة ايضا كانت اكثر اصارة ومتعة بالنسبة للمنتخب البرتغالي سجل فازت البرتغال على تركيا تلاتة للشيك بردانو سيلفا سجل هدف الاول في ديئة اتنين وعشرين واكادين سجل هدف مرمى في ديئة تسعة وعشرين ثم برونو فرناندس سجل الى هدف التالت في ديئة ستة وخمسين مباراة اخرى ايضا بلجيكا النهاردة فازت على رومانيا بهدفين دون رد تيليمانس سجل هدف الاول في ديئة التانية وعجز النتيجة كيفين تيبروينة في ديئة تمانين عشان تتحسن نتائج بلجيكا وتتقدم اكتر في هذه المسابقة مسابقة اليورو تعال اقول لك شوية كواليس واخبار مهمة جدا من اليورو حتى الان مش موجودة معنا طيب كيستانو النهاردة عادل رقم نجم البرتغالي الكبير طبعا عادل رقم اصولة شيك كارلوس بوبروسكي على عرش الاكثر تقدما او تقديما للتاميرات الحاسمة في تاريخ امم اوروبا برصيد تمانية السست وذلك بعد صناعة الهدف التالت النهاردة لبرونو فرناندس في مباراة البرتغال وتركيا التحالي الاوروبي غرم نظيره الكرواتي بسبب الحوادث التي وقعت في المندرجات خلال مباراة كرواتيا والبانيا وذلك على هامش اشعال المفرقعات ورمي اجسام غريبة من قبل الجماهير الكرواتية على ملعب المباراة كمان كلام ببيه بيشارك مع عبدالاء فرنسا في مواجهة شباب بودربون الالماني مرتديا قناع واقل الواجه بعد الاصابة الاخيرة التي اتعرض لها في الان فهنا هيبقى جاهز للمباراة القادمة شكرا